السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنواصل ونستمر في عرض الأمثلة أو التمارين التي طرحت بالجامعة الجزائرية المدارس أو الكليات إلى آخره اليوم سنبقى في صومدوريمان وهذا المثال الثاني طرحنا سابقا المثال الذي طرح بجامعة RGA الآن هذه بجامعة يعني مصدر هذا الامتع الملحل من مدرسة العليا للإعلام الآلي إذن هذه المدارس التعذيرية طريحها سنة 2022 قلناها لأناليز دو هذا أناليز دو التحليل السنين ويستفاد منه الذين يدرسون التكاملات في الفصل الثاني دائما نحاول أن نحفظ هذه العبارة قلنا هذه الأمثلة تطرح بكثرة في الامتعانات تلاحظون أن هذه العبارة ماذا تقول إذا كانت F دالة انفوكسيون كونتيني فإن لانيميتع B نقص A هو البي ونقص A هو المجل لقصد A B على N فإن الرصم الكال واحد F دو A زائد كافي B نقص A على N ملقى البي تسوي F دو T بحيث F دو T واضح الأمر هي F هذه التي نكتبها هنا إذن لدينا هذا المثال قال أحسب الله نيميتع N على واحد N مربع لصم من K على X موسيقى N من K1 إلى غاية N إذن أولا سنقوم بعرض الامتحان وفهمي على بعض إذن كيف يمكن كتابة هذه العبارة هنا مثل هذه العبارة إذن تابعوا معنا سنقوم بعرض وفهمي بعض إذن هذه العبارة المعطاة هنا حتى ما سنقوم بإدخال واحدة على N لماذا لأن واحد لماذا لأن واحدة على N مربع تسوي واحد على N في واحدة على N إذن واحدة لأن ندخل الداخل والعبارة تصبح مكتم بالشكل بهذا الشكل واحدة على N لصم الكال واحد نقص K على N إذن لو نرجع العبارة السابقة نضع مقارنة إذن بنسم المقارنة فإن ماذا ينتج لنا ينتج أن A يساوي صفر وB يساوي واحد إذن A يساوي صفر نعم وB يساوي واحد إذن ما هي الدلة التي نضحها يعني F دو K على N إذن F دو K على N ما هي الدلة التي في مكان X نضح K على N تعطينا هذه العبارة حتما هي الدلة F دو X إكس بونسيال ناقص X ويجب أن نتذكر جيدا أن هذه الدلة كونتيني من السفر إلى واحد ما دمره كونتيني فإنها وحسب ريمان فإن العبارة تصبح بهذا الشكل إذن للميط إي أن لما أن يقول إلى زائد ملانيها هي عبارة عن ماذا هي التكامل من السفر الواحد F دو X دي X فقط قمنا بتطبيق عبارة دو ريمان ولتأكد من ذلك هذه العبارة قمنا بتطبيقها هنا إذن أصبحت سهلة الآن ماذا يتبقى لنا F دو X قلنا هو X نحاول حساب هذا التكامل هذا التكامل معروف نستعمل التكامل التكامل بحيث هو إي بريب معنى التكامل بتاع ناقص إي بريم تسوي واحد وبعدها تطبيق خاصية تكامل بحيث العبارة تصبح بهذا الشكل إذن هنا نعوذ بصفر وواحد حتما أن الصفر تعطينا صفر وواحد ماذا تنتج لنا ناقص إكسبونسيال ناقص واحد ناقص ماذا التكامل هذا هذا التكامل ما هو ما هو العدد لأن نشتقه يعطينا ناقص إكسبونسيال ناقص إس هو لما نعوذ بي واحد ماذا تنتج لنا إكسبونسيال ناقص واحد ناقص إكسبونسيال دو سيفر اللي هو واحد ولكن هنا تسبق إشارة ناقص ناقص مع الناقص تعطنا تعطي زائد معنى هذا التكامل مباشرة ماذا يسوي يسوي واحد ناقص اثنين ناقص واحد إذن تساوي واحد ناقص 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 واحد فقط التذكير تلاحظون هنا التنقيد لهذا حاولوا جيدا استغلال يعني جميع الخطوات وكتابة كل الشيء في هذا الامتحان إذن تطرقنا اليوم حول هذا التمرين كان عليه تقريبا ثلث نقاط يعني التمرين كله عليه ثلث نقاط طرحة بجميع بجاية المدرسة العليا لألينا من ألي وبإذن الله سنستمر في وضع التمرين والأمثلة التي تكون بكثرة في الامتحان سنركز فقط الأمثلة والتمرين التي تكون بكثرة في الامتحان ونضحها في القناة وذلك للمراجعة الجيدة والطالب يتهيئ جيدا للامتحان إذن شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم